قبل عشر سنوات أبحرت الكاميرا هنا لتوثق معالم أذخم مشروع بحري في المنطقة العربية الفاو الذي أعاقته أمواج الفساد والترهل والأطماع الخارجية يعود حجر أساسه من جديد ليوضع بيد الحكومة والشركة المتخصصة في الميناء بعد أن تأخر حلم ولادته سنوات عجاف إلا أن الحكومة تجزم هذه المرة بإتمام خمسة مشاريع وانطلاقته فعلا لا قولا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لم يتوقف عند حدود كاسر أمواج الفاو إلا أنه أبحر أيضا باتجاه تفقد مشروع محطة تحلية المياه في أبو الخصيب رسالة أخرى تكتب بتغريدة واضحة إلى المتظاهرين في البصرة تؤكدها الحكومة على أن حرية التعبير حق مشروع وتحميه الدولة وعلى مقربة من بوابة الفاو رسائل ضرورية بلسان البصريين تأخذ بعين الاعتبار الفاو وجهة العراقيين نحو العالم وضعت لتنفيذ مرحلته الأولى فيما سبق كلفة تبلغ أكثر من مليارين وخمسمائة مليون دولار يستطيع الميناء من خلالها معالجة ثلاثة ملايين حاوية في كل عام الحكومة كذلك قدرت تكلفة المشروع الإجمالية بنحو خمسة مليارات دولار وفي حال إتمامه سيتمكن العراقيون من وصول الميناء إلى طاقة تقدر بتسعة وتسعين مليون طن في كل عام ليكون الميناء العاشر على مستوى العالم حلم بدأ منذ الخامس من نيسان عام 2010 ومازالت الأنظر تتجه إليه ليخرج إلى النور ومازالت الأنظر تجهوا على الميناء نمرة طاقة تعدوان next من نحن لأزمال سبق من قومي Jung أنقب marketing نحن لحب �ativية ل